اهلا بحضراتكم مرة تانية مبارح اعلانة وزارة المالية نتم تخصيص 14700 سيارة جديدة للمستفدين من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقدمة واللي مضى على تصنعها 20 سنة بسيارة تانية جديدة بتشتغل بالغاز الطبيعي ده لها خالينا نسأل دلوقتي كم عدد الطلبات التي تقدمت لمبادرة إحلال السيارات وصلت قد إيه؟ إزاي نستفيد من توطين صناعة السيارات في المبادرة؟ هل مثلا لازم يمر سنتين على تسجيل السيارة للاشتراك في هذه المبادرة؟ كل هذه الأسئلة هيجاوبنا عليها الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقدمة صباح الخير عليك فانت صباح الخير يا فانت صباح خير عليك عدد الطلبات وصل لأدية دلوقتي دلوقتي احنا بنتعامل على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة مع حوالي 37 ألف طلب من المواطنين المصريين الذين تقدموا الطلباتهم وبالفعل بينهوا إجراءاتهم لاستلام سياراتهم الجديدة إن شاء الله وتم تخريد كم سيارة لغاية دلوقتي قبل ما نقول تخريد احنا نقول كم عربية جديدة تخصصت للمواطنين بنقول إن احنا اتخصصت حوالي 15 ألف عربية جديدة وبالتالي مقابل كل عربية تم تخصصها بيكون هناك مقابل لها سيارة قديمة هيتم تخريدها يعني بنتكلم في 15 ألف عربية إن شاء الله طيب نرجع لعدد الطلبات حضرتك قلت إنه متقدم حتى الآن وموجود على الموقع 37 ألف طلب ودلوقتي في طرقهم استلام سيارات طيب هل في طلبات بتترفض؟ وليه؟ بالفعل يعني لو حسبنا الطلبات الفعلية منذ بدء المبادرة في يناير 2021 ومنذ أن أطلقها السيد الرئيس الجمهورية في ذلك التاريخ تقدم حوالي أكثر من 100 ألف طلب ولكن عبر الموقع الإلكتروني بيتم فلترة هذه الطلبات نتيجة أن هناك البعض بيقدم عبر الموقع ولكنه غير مستوفي الشروط غير مستوفي البيانات أو أنه من خارج المحافظات المشاركة في الوقت الحالي وهم بالمناسبة نذكرهم سبع محافظات القاهرة والجيزة والأليوبية الأسكندرية بورسعيد السويس والبحر الأحمر ونتج عن هذه الفلترة في الأعداد التي تقدمت أنه تم الحصول على المواطنين أو طلبات المواطنين اللي بياناتهم صحيحة منطبق عليهم الشروط وهم ما ذكرناهم حوالي 37 ألف طلب حاليا على الموقع إزاي بقى نستفيد من توصين صناعة السيارات في المبادرة المبادرة بتتيح أولا أو كان الغرض منها وكما أعلنه السيد الرئيس الجمهورية في ذلك الوقت أن المواطن المصري يتمتع بالحصول على سيارة جديدة موديل العام باللغة السوق بنقول سيارة زيرو تعمل بنظام الوقود المزدوج أي البنزين والغاز الطبيعي وهذه السيارة طبعا كان عشان نتيح هذه السيارات عبر المبادرة كان لابد من مشاركة الصناعات أو الشركات المنتجة للسيارات داخل جمهورية مصر العربية وهي شركات مصرية ولكنها تتعامل مع مركات عالمية وهي الغالبية في السوق المصري هذه الشركات بالفعل شاركت بحوالي 9 مركات ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباس وهذه المركات بتتيح حوالي 25 طراز منها وكلها شركات منتجة داخل جمهورية مصر العربية وبأيدي مصرية وده بالتأكيد بيساعد في إطار اللي الدولة بتنتهجه وأيضا في إطار انتهاج الاقتصاد الأخضر وصولا إلى التنمية المستدامة هذه الشركات في الفعل بتشارك بإنتاجها وده بيعتبر توطين وتأكيد أن هناك صناعة مصرية موجودة داخل جمهورية مصر العربية وأيضا إن شاء الله في القادم بيكون الأفضل إن شاء الله إن شاء الله طيب دكتور لوحد بيتفرج علينا دلوقتي وقال أنا قدمت والطلب بتاعت رفض ومعرفش وترفض لي هل أنت تتواصلوا مع الناس تعرفوهم طلبك ترفض لي نقص ورع مثلا أو المحافظة بتاعتك قدامها جزح عند الوقت في المرحلة أقول لزيما حضرتك قلت سبع محافظات تمام بقى المحافظات هتبقى إمتى طيب نأخذ الشق الأخير لأن باقي المحافظات هناك تكلفات رئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين في المبادرة وبالفعل جاري تجهيز باقي المحافظات على مستوى الجمهورية وعما قريب إن شاء الله سوف يعلن عن بعضها للمشاركة في هذه المرحلة ولكن بنطمن أهلينا أن المبادرة مستمرة بغض النظر عن مسمى المرحلة ربما أن المحالة الحالية مقدر لها ثلاث سنوات ولكن المبادرة مستمرة إن شاء الله نقصد أننا بنرد على الناس تقول لهم إن المحافظة بتاعتك لسه مجيش دور بزرط أو يعرف إن الناس مهتمة بيترد عليه في هذا الإطار وبيعرفه وعندنا صفحة موجودة على الفيسبوك بيتم التعامل مع المواطنين والرد على سألتهم بصفة مستمرة الشيقة الثانية اللي حضرها سألته في السؤال الأول إن ليه طلبات تترفض أو لما يترفض بيتم إعلامه بالفعل المواطن بمجرد تسجيله على الموقع الإلكتروني وبياناته صحيحة بيطلع له رقم طلب هذا الرقم بيتعامل معه على الموقع بصفة مستمرة ومن حقه الاستعلام في أي وقت عن موقف طلبه وبالتالي في حالة إن ظهور أي رفض أو طلب منه استكمال بيانات أو مستندات بتطلع له رسالة وتقوله إن مطلوب منك عمل كذا أو مطلوب تقديم مستند الفلاني وبالفعل المواطن بيستطيع رفعه على الموقع مرة أخرى لاستكمال إجراءات طيب إزاي تم حل بقى مشكلة رخصة الورصة اللي عايزين يسجله في المبادرة برضو احنا بنقول طبقا للتكلفات بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين كان هناك بعض المعوقات اللي بتقابل المواطنين في التسجيل على الموقع الإلكتروني بالنسبة لحالات الورصة لأن كان في حالة وفاة مالك السيارة الرئيسي بيتم نقل الملكية إلى الورصة والرخصة بتطلع رخصة جديدة بورصة فلان وبحوزة أحدهم كانت هذه النقلة في الترخيص بتعتبر تجديد للملكية والمعنى ذلك أننا في حالة الملاكي لابد أن يمر سنتين ملكية على تاريخ الرخصة لمالك السيارة وبالتالي لما كان الورصة بينقلوا الملكية من المتوفي إلى الورصة كان لابد أن يمر عليهم سنتين حتى يشاركوا في المبادرة مع المقترحات المواطنين ومع حل المشاكل لإدارة المبادرة بتتولها تم بالفعل إلغاء هذا القيد وبالفعل متاح للورصة أن يتقدموا برخصة ورصة مع عدم احتساب مدة السنتين واحتساب الملكية من تاريخ ملكية المتوفي لكن مدة السنتين موجودة بالنسبة للناس بالنسبة للعادي يعني أنت عارف أن الناس بتروح تبيع العربيات وحد يخد عشان يدخل في المبادرة وهي ما تكونش بتاعة توصل ده اللي كنا مع بداية المبادرة لاحظناه وعلى فكرة كان الشرط ده كان ثلاث سنوات مع بداية المبادرة وتم إنزاله إلى سنتين وزي ما حضراك ذكرت أننا لاحظنا أن هناك شق أن بعض مستغلي الأمر يعني نقول التجار بمعنى ضق كانوا بيحاولوا أنهم فعلا يجمعوا السهرات القديمة من السوق ويبتدوا يشاركوا في المبادرة الأمر الثاني أننا كانوا برضو عملية تحديد مدة سنتين هو بمثابة نقطة نظام لتطفق الأعداد على الموقع الإلكتروني طب يمكن من الحاجات المهمة قوي بقى هي الماديات يعني حابين نعرف الماديات في العملية دي بتمشي أزاي يعني هل أنا بدي عربيتي مثلا للإحلال وبعد كده باخد قرد بعمل إيه يعني المواطن بمجرد بيتم تسجيله على الموقع الإلكتروني وتطلع له رسالة بأنه بياناتك صحيحة وتستكمل برقم الطلب اللي احنا قلنا عليه بيبتدي يطهل على المرحلة التالية وهي اختياره للسيارة الجديدة عبر الشركات المشاركة ثم بعد ذلك بمجرد موديلات محددة احنا عندنا زي ما ذكرنا حوالي تسعة مركات من السيارات وهي السيارات العاملة ده يعني في الشارع المصري والمعروفة المتدولة مركات عالمية وبتوفر حوالي خمسة وعشرين طراز منها المواطن يختار ما يتناسب مع قدراته سواء المالية أو قدراته الاختيارية كناحية شخصية الأمر الثاني بمجرد موافقة شركة السيارات على توفير السيارة له بيتجه إلى البنك ونقول أن الجهاز المصرفي بيشارك بحوالي واحد وثلاثين بنك في المبادرة هذه البنوك بتوفر قرد سداد كامل سمن السيارة للمواطن مباشرة إلى شركة السيارات ومن سم المواطن يتعامل مع البنك بعد ذلك بنظام التقصيد وبدون أي مقدمات والتقصيد بيكون إما على سبع سنوات أو عشر سنوات حسب اختيار المواطن وحسب قدراته المالية هذا القرد بيتاح عبر فائدة مخفضة جدا قدرها ثلاثة في المية فائدة سابتة وموزعة أيضا على عدد الأقصى هذا بالإضافة لأن المبادرة بتوفر للمواطن سيارة فيها تخفيض في السيار عن مسيلتها في السوق خارج المبادرة وهي نفس العربية نفس العربية نحن بناخد التخفيض من شركات السيارات مباشرة مساهمة منها في مشاركتها في المبادرة ودعما للمواطن المصري هذا بالإضافة لأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية بتسدد حافز أخضر عبارة عن مقدم للسيارة الجديدة بيسدد لشركة السيارات مباشرة نيابة عن المواطن هذا الحافز بيقدر في حالة السيارات الملاكي بـ 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه حالة الميكروباس 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه هذا بالإضافة لأن المبادرة بتوفر وصيقاتي تأمين أحدهم على السيارة والأخرى على المواطن هذه الوسائق مخفضت السعر حوالي 50% عن سعرها خارج المبادرة وأيضا المبلغ أو سمن الوسائق بيسدد مقصة أيضا على عدد الأقصار هذا بالإضافة لأن المواطن بيستلم سيارته الجديدة داخل المبادرة مجهزة باستوانة الغاز الطبيعي أي لا يتحمل أعباء تركيب هذه الاستوانة خارج المبادرة والعربية بتكون باسمه ما فيش عليها قيود أو حذرة أو أي حاجة لأنه بسدد تمانها كامل من البنك بيكون الحظر هنا للبنك حظر بيع للبنك لغاية ما يسدد القارب يبدو عظيم جدا كمان هي بتوفر كمان أعتقد في مصاريف التشغيل اليوم يعني هنقول أن دي بقى الشق الآخر للشق غير المباشر للمواطن المصري وللمجتمع بصفة عامة أولا أن السيارة الجديدة نقولنا موديل العام وسيارة زيرو بلغة السوق يعني المواطن بيشيل من على كدفه زي ما بيقوله بالبلدي المصاريف اللي كان ينفقها في الصيانات وفي الأعطال اللي كان نتجة عن السيارة القديمة هذا إلى جانب أن استخدام الغاز الطبيعي بيوفر للمواطن حوالي 60% من قيمة ما كان يستهلكه في نظام الوقود العادي هذا بالإضافة لأن الشارع المصري بصفة عامة أصبح مع هذه السيارات يعني في شكل حضاري يتناسب مع التوسعات اللي بنعملها في الطرق والكبار والأنفر نبقى ماشينا النهاردة في الشارع لسه بنشوف العوادب اللي بتطلع من الشاكمانات اللي بتخلي أصلا الناس مساقين بورا ومشايفين حاجة يعني بالضبط وده كان الغرض الأساسي من المبادرة هو أن البيئة المصرية تتمتع ببيئة نظيفة تعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنة وطبعا وشكل العربية المتهالك وده أكيد يعني مع الإحلال الجديد هنشوف يمكن أداء أفضل كمان للسوائين فيقدروا أنهم يدخلوا دخل أفضل لهم حابين نعرف بقى الصعوبات اللي يمكن وجدتكم في المرحلة الأولى هنقول أن هناك يعني شقين من الصعوبات الصعوبة اللي احنا في إيدينا بنحلها زي حالات الورثة دي صعوبات بتقابل المواطنين على التسجيل أو المشاركة في المبادرة وده بنحلها أولا بأول لكن الصعوبات الرئيسية دلوقتي هي أو اللي الناس بتشتكي منها هي قلة تسليم السيارات الجديدة بالنسبة للمواطنين أو بطء التسليم وده ناتج عن مشكلة عالمية هما مشكلتين في الحقيقة هذه المشكلتين أن هناك مشكلة عالمية خاصة بأحد المكونات الرئيسية في السيارات الجديدة على مستوى العالم وهو ما يطلق عليه الرقائق الإلكترونية هذه المشكلة أسرت على خطوط إنتاج السيارات في جميع دول العالم وقد يكون هناك بعض الشركات الدولية في بعض الدول قفلت فروع لها نتيجة أن هي نقصة هذه الرقائق والشق الثاني من المشاكل أن هناك مشكلة في الشحن الدولي على مستوى العالم نتيجة فيروس كورونا وما نتج عنه من قلة عمالة في هذا الإطار وبالتالي قلة الشركات المشاركة في الشحن الدولي نتج عن هذا ارتفاع أسعار الشحن ربما إلى عشرات الأضعاف نتج عنه أن قلة تبادل قطع الغيار والمكونات ما بين الدول في جميع الصناعات وليس السيارات فقط ولكن نحن نطمن أهالينا برضو ومواطنين أن الشركات المنتجة للسيارات داخل جمهورية مصر العربية بتعمل وبتبزل قصارة الجهد بالفعل لتوفير العدد المناسب من السيارات الجديدة للمواطنين المشاركين في المواطنين صحيح ما هو هنا دلوقتي يفتحين الباب للناس كلها عشان تقدم على الموقع عشان تدخل في هذه المبادرة لازم أوفر لهم كل السبل لازم أطمنهم لأن العربية هيستلموها ويستلموها بسرعة لازم كمان يكون فيه عدد من محطات الغاز الطبيعي الموجودة لأن احنا بنزود عدد العربيات فطبيعا يكون فيه محطات الغاز الطبيعي تزيد بالضبط زي ما سعتقدت ذكرت يمكن الشيء بالشيء يسكر إن احنا ليه السبع محافظات اللي شاركوا فقط مع بداية المبادرة وليه ما كانش بقى المحافظات في نفس التوقيت بنقول إن السبع محافظات دول كان لديهم البنية الأساسية للمبادرة وهي زي ما سعتقدت ذكرت إن بيكون فيها عدد وافر من محطات تموين الغاز الطبيعي بالإضافة إلى ساحات تجميع السهرات القديمة فكان السبع محافظات دول بالفعل لديهم هذه البنية ولذلك نحن بنطمن أهلنا أيضا إن باقي المحافظات الجارية تجهزها في الوقت الحالي بعدد وافر من محطات تموين الغاز وساحات تجميع السهرات القديمة للمشاركة في الوقت القريب إن شاء الله في المبادرة يعني تقريبا قيمة الحافظ الأخضر كام؟ الحكومة قدرت للحافظ الأخضر مع بداية المرحلة الأولى حوالي 7.1 مليار جنيه ولكن وزارة المالية مع العام المالي 2021-2022 حددت 2.1 مليار جنيه تم الصرف منهم بالفعل حاليا حوالي 315 مليون جنيه على السيارات الجديدة وجار إن شاء الله استعاب باقي السيارات إن شاء الله اللي هتسلمها المواطني طيب لو حدد عايز يدخل في هذه المبادرة دكتور الأوراق المطلوبة ويتقدم بها الفيض أولا المبادرة خصصت موقع إلكتروني باللغة الإنجليزية اسمه جو جرين مصر ولكن المواطن يستطيع أنه يكتب باللغة العربية الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئيسية للإحلال يطلع له نفس الموقع وعبر بياناته الشخصية من الرقم القومي وبيانات الرخصة السيارة القديمة يستطيع المشاركة وتسجيل بياناته وتطلع له رسالة لحظية أن بياناتك صحيحة ويستكمل الإجراءات وبالتالي يدخل على شركة السيارات زي ما قلنا اختار سيارته وثم البنك اللي هيقرضه القرد ومن خلال البنك بيطلب منه بعض المساندات زي إثبات الدخل زي إصالات مرافق لمكان الإقامة إذا كان عقد إيجار عقد سكن إيصال قهرباء إيصال تليفون أو غاز أو غيره هذه الإصابة ترفع على الموقع الإلكتروني أيضا وبيتم الاستعلام عنه عبر البنك المقرد سواء استعلام مصرفي أو استعلام ميداني في مقر العمل أو مقر السكن ومنسمي الحصول على الموافقات وبعد ذلك إنهاء باقي إجراءاته في استلام سيارته طيب معلش في نقطة إثبات الدخل إزاي لو هو مثلا سائق هنفترض أنه موظف حكومي بيجيب من جهته ما يفيد دخله لو أعمال حرة بيجيب ما يفيد دخله عبر محاسب قانوني معتمد وبيرفع هذا المستند على الموقع الإلكتروني والبنك بيبحث هذا الطلب ويدرسه ومنسام الحصول على الموافقة إن شاء الله مشكرك دكتور طاري أعوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات كل شكرا لك على وجودك معنا نورتانا في صباح الخليل شكرا لكم